وجه رئيس الوزراء مغين عبد الملك وزيري النقل والأشغال بسرعة استكمال إجراءات عادة تأهيل بوابة مطار عدن الدولي والمرافق المحيطة بالتمويل الحكومي وناقش مغين في لقاء مع قيادة وزارتي النقل والأشغال العامة والطرق الخطط المعدة لتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في عدن والمحافظات المحررة والأليات الكفيلة بتكثيف الجهود لإنجاز العمل في المشاريع القائمة اشتركوا في القناة